سنواصل مناغشة تفاعلات الألكينات ونتعرف الآن على النوع الثاني من تفاعلات الألكينات وهو هذا النوع هو تفاعل إضافة ولكن ليس تفاعل الألكينات مع الحيدروجين يتم في وجود الحفز وهو البلاتينيوم أو البلاديوم أو النيكل وتحدث إضافة الحيدروجين إلى الرابطة الثنائية ويتحول الألكين إلى الكان كما في الأمثلة التالية إيثين زائد حيدروجين في وجود النيكل يتكون الإيثان يتفاعل البروبين مع الحيدروجين في وجود البلاتينيوم ودريد حرارة الغرفة فيتكون البروبان الآن نتعرف على النوع الثاني من الألكينات وهو الدايينس أي الألكينات التي بها رابطتين ثنائيتين وأشهر مثال لها هو مركب واحد ثلاثة بيوتا دايين وكما نلاحظ أن المركب به أربع درات كربون لذلك بيوتان الكين أصبح بيوتين فيه رابطتين ثنائية أصبح بيوتا دايين الأرقام واحد ثلاثة لتحديد موضع الروابط الثنائية دايينس are classified into three classes تقسم الدايينات إلى ثلاث أنواع النوع الأول هو non-conjugated di-eins بمعنى isolated di-eins أي أن الروابط الثنائية منفصلة أو معزولة عن بعضها البعض ودائما يفصلها أكثر من رابط أحادية واحدة مثال لها مركب واحد خمسة حكسة دايين النوع الثاني من الدايينات يسمى cumulated di-eins وتكون فيه الروابط الثنائية أو الرابطتين الثنائيتين متجاورتين غير مفصلتين ومثال لذلك واحد اثنين بنتا دايين النوع الثالث conjugated di-eins وتكون فيه الرابطتين الثنائيتين مفصلتين برابط أحادية واحدة يكون الترتيب double bond single bond double bond single bond ومثال له 1-3 بيوتا دايين تفاؤلات الدايينات أيضا تتفاعل تفاؤلات الإضافة وهي الـ addition reactions وأشهرها أو أهمها هو الـ conjugated di-eins وهو يدخل في تفاؤلات الإضافة بنوعيها الـ 1-2 addition والـ 1-4 addition كما يتضح في المثال تفاعل 1-3 بيوتا دايين مع HCL يتكون الناتجين الناتج الأول من إضافة 1-2 وهو 3-KL-1 بيوتين والناتج الثاني ينتج من إضافة 1-4 وهو 1-KL-2 بيوتين اشتركوا في القناة